بس قبل ما اخش على الجزئية التانية بعض الناس قالت ان الكابتو محسن صالح بش مصري ايه صحة الكلام ده صح؟ سمعتها انت؟ فيه جزء من الحقيقة يعني الجدود اصلا من قبيلة حميدان اسم محسن محمد صالح حمدان كان الاسم التطور من حميدان بقى حمدان فدي قبيلة من قبائل الجزيرة عربية الجزيرة ومنطقة عدن هنا فولدي هاجر من المنطقة دي وكان فيه جزء منها جزء عدن كان محتلوا فرنسا ايوه يعني انت اتولدت هناك؟ لا لا انت تتكلم عن جزور بقى بتاعت العيلة هاجر راح في فرنسا وخد الجنسية الفرنسية وبعدين جي اشتغل في هاي اتخمنات السويس طب هنا بس عدن تبع اليمن ولا كان تبع عمان؟ كانت منطقة مفتوحة مفتوحة كلها ما بيش حدود كانت منطقة يعني عدن ايه ده عتبر جيبوت ايه تعتبر اليمن تعتبر جزء من الصومال كان مفتوحة؟ منطقة كانت الحدود دي كانت زمان مفتوحة والهجرة بتاع القبائل كانت مفتوحة من هنا يعني في مصر تجد قبائل من عدد من اليمن في السعودية عدد كبير جدا من الشعب في السعودية كان من قبائل في اليمن وقبائل اخرى من قريش كان اكبر التجار من عدن وحضر موت والحطة دي اللي تحت دي كتير كتير كانت مفتوحة يعني فولدي راح في فرنسا خد الجنسية جاي اشتغل هاي اتخمنات السويس اتجوز ام المصرية وخلفنا واقعدنا لغاية 56 جنسية فرنسي يعني انت معاك باسبور فرنسي؟ معايا جنس باعي باسبور فرنسي هنكلمك اقعد الباسبور اهو بس عشان برضو بعض الناس ده الجواز الصفر الفرنسي انا اول واحد على اليمين القالص ده دي والدتي الله يرحمه والدي هناك الله يرحمه دول اخواتي اللي في الصورة دول كلهم لغاية 56 كنا بنحمل جنسية فرنسي طب وإيه الاقعدة كان؟ اللي حصل بعد 56 وحرب 56 وتأميم قناة السويس والجلاء القوات الاجنبية فصدر قرار بإجلاء كل الجلية الفرنسي كله هاجر معاد ابوه والدي رفض انه هو يهاجر وقدم على طلب للحصول على الجنسية المصرية وبالفعل الدولة عطيته الجنسية المصرية وعادتوا في بورسعيد وعادنا بقى في بورسعيد ولا بور فؤاد لا في بورسعيد واخذنا كلنا الجنسية واستمرنا بقى من ساعتها وللعلم انا رغم كده انا خادم في الجيش المصري لا معنى لسه لسه انت دخلت كلية الطيران دخلت كلية الطيران بعد سنوية عامة والزبط كده وما اكملتش فيها ليه ده كان حلم حياتي ان انا ملازم اول طيار محصن صارح لا والله والحمد لله ربنا حقق للحلم ده لكن لما اتحقق حصل حرب 67 وتوقف في النشاط الرياضي كويس فجال عهد في الكويت في نادي التضامن في نفس الوقت فاصبحت فيه مفترق طرق يا اكملت في الكلية يا نادي التضامن وحقق حلم حياتي واو ان انا امشي وراء الحاجة اللي بحبها والحاجة اللي انا بعشاقة هي كرة القلم بس برضو عايز اقول لأستاذ المشاهدين ان كابتل محصن صالح كان في نادي التضامن كان عزي محصن صالح احنا شفتوه طبعا مع النادي الاهلي هنا موجود في مصر وتقلق انا وهو وكان هو الديويته بتاعه مع انه كان بيطلع عيني في شوات حاجات كده نحن نتكلم فيها انما محصن صالح عفوا من بدون القاب كان عزه في كرة القدم في نادي التضامن الكويتي انا كنت هناك لما رجعت بقى احترفت بره رجعت المكان رأس الحرب رأس الحرب وابقيت هدف الفريق في التضامن في التضامن وهدف الدوري نصدقتي بقى انت ترجع لمكانك تاني فبقيت اه طبعا ده مكان الاساس يعني حصل بعدها ان انا قدمت لدراسة في جامعة بيروت العربي ايوا فاشترطوا انه يكون عندي اقامة عشان قاطر اقبر ان انا ادرس في الجامعة فسألت قالوا لي كابتن عدل هيكل هو المشرف الرياضي في الجامعة في الجامعة وممكن يفيدك يعني اه فراحت قابلته وقلت له انا فلان الفلانة عرفني اهلا اهلا بيك اموحسن اي قدنا قلت له انا المشكلة كذا كذا وانا عايز اقدم في الجامعة قال لي طب احنا عندنا بكرة مبرة منتخب الجامعة مع نادي التضامن نادي الانصار 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 اللبناني تعال العب معنا ورئيس الجامعة هيبقى موجود وكذا ونبقى فيه فرصة ان احنا ايه نجيب لك نقدمك لي يعني بتاع كلام ده فلعبت مع الفريق في الهفتاين بجالي اربع عقود اربع عقود وانا قاعد في الملعب اربع عقود من النجمة والانصار والصفا والراسينج الاندية في لبنان مذاهب ايوه اللي بتصرف على النادي اه طبعا الصفا دروز الانصار شيعة فالقولي هتختار ايه قلت لهم انا مع المسلمين السنة هلقولي النادي ده نادي النجمة زي النادي الاهل في مصر حلو الشعبية بتاعته والجماهيرية والبطولات بتاعته قلت لهم يبقى انا مع نادي النجمة ومضيت لفريق نادي النجمة بالفعل لعبت كم سنة هناك لعبت سنتين بس لعبت بطريقة غريبة جدا يا مصطفى لسنتين وسبعين اه يعني من من سبعين لاثنين وسبعين فالدورة في الكويت كان عدد الاندي أوليل فكان مدة وسيارة خلصت الكويت اخلص الدورة في الكويت واروح العب في الدورة في لبنان فلما جيت اتفق مع الاستاذ عمر غندور وهو رئيس نادي النجمة فقال لي عايز كان قلتوا انا مش عايز حاج بس الاستغناء تبقى في جيبك وقت ما عايز امشي امشي قال لي ازاي يعني قلتوا انا برعد في الكويت اه انا حاجي لك في فترة يعني الشدق هل الكويت كانوا عارفين الكلام دا ولا مش عارفين لا معقول لازم يكونوا عارفين لان بتاخد استغناء فقعدت مع النادي قلتوا يا جماعة انا لازم اكون هنا يعني استغناء مشروطة اه عشان الجامعة وكده انا لازم بقى هناك فقالوا طيب احنا موافين انك انت تروح لكن يبقى في اتفاق بنا انك انت تخلص الدور بتاعك تيجي على طول على الدور بتاعنا قلتوا لهم اوكي كانوا فعلا الناس يعني ايه يعني عندهم مصداقية في الكلام يعني نعم ففي قضيت هنا سنتين يعني هو الناس ازاي تقول انك انت محترف نجمة سنتين ومحترف تضامن سنتين وهي نفس الفترة فهي نفس الفترة بس هنا نص سنة هنا ونص سنة حسب الماتشات هناك عدد الفرق هنا ايه وليه بس كواس ان التضامن وافع على الحاجات هو وافع لانه انا حلحت امر واقع اقول انهم مش موافين انا حاقوا تستغنى نهائي وهروح مش هرجع بس انا عايز ارجع لكم تاني فرئيس النادي كان متفاهم فقال لي شوف احنا هندي لك مرتباتك كلها طول السنة يعني وافقت على هذا الوعد حتى انه ساعتها جالي عرض تاني من نادي الكويت الكويت ورفضت ان انا اروح رغم من نادي الكويت يعني نادي كبير طبع وجماهيري وكده رفضت لان انا اديت كلمة لنادي التضامن ان انا اخلص من هنا واروح هنا وفعلا رجعت فقعدت على هذا المنوال لباية سنة وسبعين عدت في لبنان ادي ايه سنتين سنتين عدت سنتين